السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب تانية سنوي رجعنا لكم من جديد بسرعة علشان ما تمر به البلاد من ظروف فاحنا قررنا ان احنا هناخد القصة ان شاء الله كلها كده بسرعة بحيس ان انت تقدر تلم المنهج بتاعك اونلاين مش عارف تروح المدرسة مش عارف تاخد دروس فالمنهج كله دلوقتي بين ايديك القصة كاملة. الفصل 11 اخر حاجة وصلنا لها في الفصل العاشر بقيت مصر بدون سلطان شجرة الدرة هي دلوقتي اللي موجودة شعب مصر العظيم انتصر على الصليبيين من السلطان الجديد اللي هيجي تورانشا ابن السلطان نجم الدين المتوفى منذ قليل في الفصل العاشر لكن تورانشا للأسف ما كانش كويس تنقر للمماليك تنقر يعني افضل المماليك المماليك دول اللي هما استطاعوا انهم يحموا الجيش المصري او استطاعوا انهم يحموا السلطانة او استطاعوا انهم يحموا قصر السلطان ده تنقر لهم بدأ انه يبعدهم عن السلطة ويولي بقى اصدقاءه اصحابه بدأ ينفق الاموال فيه ما لا يفيد ولا ينفع طيب وفي الاخر هنصبر على كده مصر لا تستكين يجي المماليك على طول ويستأذنوا شجر الدور انهم لازم يشوفوا حل في الموضوع فازنت لهم شجر الدور انهم يقتلوا راح وراه المماليك الاربع وفي مقدمة المماليك الاربع عندي اقطاي اقطاي يكون في مقدمتهم ويجري وراء تورانشا تورانشا يجري الى برج خشبي طويل كان قد صنعه لكي يضحك فيه هو واصدقاءه ويلهو به في الليل فحرقوا احرقوا عليه هذا البرج الخشبي فالقى نفسه في النهر فنت وراء اقطاي ونت وراهم المماليك فقام اقطاي بقطع اصابعه ثم قام بقطع رأسه فماتت ورانشا وكده بقيت مصر بدون سلطان من جديد تصور مين هيكون السلطان الجديد دلوقتي مين يستحق يكون السلطان الجديد دلوقتي مين اللي قدر ان هو يحمل مصر علشان يكون سلطان جديد دلوقتي حتى وان كان رجل او امرأة معانا السلطان الجديد السلطانة شجر الدور شجر الدور اصبحت سلطانة هي السلطان المصري لكن عندي مشكلة شوية السلطانة امرأة هل ينفع يكون السلطانة تكون امرأة هل دوت يا جوز اكيد على طول الخلافة العباسية ما رضيتش بالامر دوت ما ينفعش تكون السلطانة امرأة طيب السلطانة كده لازم هتختار حد يكون قوي يكون امين على السلطانة السلطانة ويكون كمان وثقة فيه شوف الخلافة العباسية قالت ايه قالت ان انعدمت عندكم الرجال فقولوا لنا نسير اليكم رجلا يحكمكم يعني بدون جدال لازم الرجل هو لا هيكون موجود شجر الدر طيب تختار مين قبل ما نختار كان فيه حدث مهم الاول فاكر في الفصل العاشر احنا اصرنا دلوقتي لويس التاسع جات مارجريت زوجة لويس التاسع تحيلت كتير على شجر الدر وياتبكي وتقول ان لويس هو اللي غره وكان مغرور وكان متكبر المهم في الاخر هنفرج عند لويس مقابل اربعمائة دينار ركز في الكلمة اربعمائة دينار اسمع بقى باللغة العربية انا معي دلوقتي بالعمية ربعمائة دينار لما اجا اقولهم باللغة العربية قولهم ايه اربعمائة دينار طيب لو معي دلوقتي ربعمائة دينار انا احنا اكتبها كده لو كتبت ربعمائة دينار كده انا بتقول 25 ألف جنيه كانك بتقول ايه ربعمائة يعني ربع المية ربع المية بقى 25 يبقى كده 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 بقى 25 ألف لكن انا بتكتب باللغة العربية أربعمائة ألف يبقى كده إحنا عندنا شجر الدور أطلقت صراح لو ستتاسع مقابل أربعمائة دينار لو ستتاسع رجي أبعالده خلاص طيب نشوف مين شجر الدور اللي هتختاره سلطان شجر الدور اللي هتتخلى عن الموضوع بسهولة تختار مين هي هتختاره واحد من الممليك تتزوجه عشان يكون هو سلطان وهي كمان تفضل سلطانة هي كمان طيب تختار مين أعتقد أن أنت بتفكر نفسي تفكيري أني ممكن أكتر حد تختاره واحد من اتنين أما عز دين أيبك كان أمين جدا كان قوى جدا وإما فرس الدين أقطاي اللي اتنين أقوي جدا طب ممكن نختار مين بدأت هي تفكر كتير تختار مين فيهم عز دين أيبك كان عنده قائد الجيش بتاعه الكبير كتز أقطاي كان عنده قائد الجيش بتاعه الكبير بيبرس بدأ أقطاي يرسل بيبرس مرة لشجر الدور يكلمها وبدأ عز الدين أيبك يرسل قطز مرة شجر الدر يكلمها بدأ دوات يرسلها مرة دوات يرسله مرة يروح بقى بس مع اختلاف الكلام قطز يتكلم مع شجر الدر كأنه يتكلم مع حبيبته جل نار فكأن شعوره كان يصل إلى شجر الدر فهما بيقولوا كده ما يخرج من القلب فمحله القلب وما يخرج من اللسان فلا يتعدى الآذان هو كان بيتكلم من قلبه فكان الكلام دوات بيدخل لقلب شجر الدر لكن بيبرس يجي بيتكلم بيبرس تقدر تقول كده أنه هو أصلا خلع قلبه قبل ما يجي بيتكلم عن الفروسية بيتكلم عن الشجاع بيتكلم عن القوة بيتكلم عن المعارك فلم تشعر نفس الشعور الذي شعرت به مع قطز كان الجواري كلهم بيرقوا المواقف دوات ومنهم طبعا جل نار بترقب نفس المواقف وكهب بتدعو الله عز وجل أن الأميرة أو السلطانة شجر الدر تستجيب لقطز الأمر هيستمر كثيرا طيب هي علشان تفكر وتدل نفسها فرصة فقالت لقطز وقالت لبيبرس أنتو الاتنين قولوا لأسياتكم طبعا كل واحد كان لوحده أنا مش هينفع دلوقتي هتزوج أي حد وفيه أخطار موجودة عند الملك الناصر على الأبواب وهي بتقول الصليبين على الأبواب فيه أخطار على الأبواب ماقدرش دلوقتي فهم الاتنين عندي عز الدين أيبك وعندي أقطاع يبدأوا أنهم يتسارعوا لكي يقضوا على الأخطار فعلا ما عادش فيه أخطار يبقى كده ما عادش بالنسبة لشجر الدر أي حجة تتحجج بها تاني يبقى كده لازم شجر الدر تختار طب تختار مين؟ أعتقد أن الأأمن والأفضل والخير لها على أساس أنه كان قوي وفي نفس الوقت كان أمينا عند السلطان نجم الدين ربما كان السلطان نجم الدين بيسك فيه أكثر يبقى هي هتختار عز الدين أيبك عز الدين أيبك دلوقتي يعتبر خلاص قرب قوي أنه هيكون زوج شجر الدر بس قبل ما تتزوجوا قالت له كلمة مهمة لا أرضى بنصف ملك ليه؟ أصل الخلافة العباسية قبل كده علشان الكلام اللي تكلمته فإحنا عشان نحل الأمر فإحنا جبنا الملك الأشرف من الدولة الأيوبية ملك الأشرف لسه صغير جبنا الملك الأشرف من الدولة الأيوبية يحكم الدولة كده ظاهريا قدام الناس لكن اللي بيحكم منا الخفاء كان شجر الدر فقالت له أنا لا أرضى بنصف ملك معنى كده أن لازم أنت تعزل الملك الأشرف الصغير ده فقام فعلا عز الدين أيبك بعزل الملك الأشرف وحبسه كمان وكده أصبح هو اللي موجود طيب لكن أنا عندي لسه فيه واحد تاني مش هيرضى بالأمر دوت أقطاي أقطاي ومعه كثير من الأعداء بدأ أنهما يقاوموا شجر الدر بدأ أنهما يقاوموا عز الدين أيبك فعز الدين أيبك عشان يقضي على شرور أقطاي شوية فبدأ يدي له أموال وبدأ يدي له بعض المدن زي الأسكندرية على أساس أنه يسكته لكن أقطاي أحس أن كده عز الدين أيبك ضعيف فبدأ النفوذه يقوى أكتر كمان لكن عز الدين أيبك كده طب هيعمل إيه كمان أقطاي بدل ما نفوذه دوت بس بدأ يصلت الناس أنهما يبدأوا يشيعوا في الأرض فسادا ويبدأوا يصرقوا ويقتلوا وما اكتفاش بكده بس ده كمان راح يتزوج واحدة من بني أيوب علشان يكون هو له الحق أنه يكون السلطان شجر الدر تظاهرت بأنها ستنزل عن قلعة الجبل عشان ييجي أقطاي لكن كده الموضوع أصبح أخطر بكتير أقطاي خلاص هياخد السلطة طب شجر الدر هتضيع طب عز الدين أيبك هتضيع طب إيه الحل أكيد الحل في إيد حد تاني شجر الدر تختار هنا حد جديد حد قوي البطل معانا اللي كان معانا في الأول كتز هتختار كتز بإنه يقتل أقطاي ومين غير كتز يقدر يقتل أقطاي قوي ضد قوي طيب هيقتله إزاي؟ أقطاي دايما مع المماليك فإزاي كتز هيقتله ما بين المماليك بتاعته؟ أكيد في خطة هيعملها الخطة ديت جي كتز في مرة هو وبيبر سباقي المماليك كم راح ينصطاده؟ فكتز اعتذر لهم عن الصيد عنده أشغال أخرى وفي المرة ديت كانت شجر الدر دعت أقطاي إلى القصر لكن باسم عزي دين أيبك لأنه يعتبر هو دلوقتي السلطان جاء أقطاي لكن قبل ما يروح كان معاما ماليك قال له طب انتظر لغاية ما بيبرسي ما ييجي ما ينفعش تروح لوحدك هيغضره بيك لكنه رفض أصل أقطاي كان متكبر من كتر كبرياءه ليانا انتظر حد يكون معايا فراحى وحدهم فلما ذهب وكان معه مملو كان فلما دخل من باب القصر أغلقوا عليه الباب وأصبح وحيدا فشعر بالغدر فوضع يده على السيف وأمامه كتز فقال له اذهب أيها الأبلة ونادي على سيدك فقال له الأبلة هذا سوف يقتلك وسحب بخنجره وضربه فبدأ الدم ينزف من بطنه ومن صدره وبدأ كتز بقى بحرب محربة محربة خداع علشان الدم يبدأ ينزل منه الدم ينزل منه وبدأ ان هو يحرب ويرجع الوراء يتحرك كتير لغاية ما بدأ الدم ينزل كتير فوقع أقطاي على الأرض وثم رفع رأسه إلى أعلى فوجد شجر الدر فقال يا خائنة على طول بيبرس بلغه الأمر فجاء بيبرس وبلغه المماليك فأخذوا برأس أقطاي ورموها على بيبرس وعلى المماليك فبيبرس نظر إلى هذا الأمر وخاف هو المماليك وقال لقد فعلها صديقي والله ليكونن من قتلاي دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة